اعترفت زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي سارة نتنياهو امام محكمة الصلح في القدس المحتلة بارتكابها مخالفة جنائية في اطار لائحة اتهام معدلة ضدها جاءت اثر صفقة ادعاء بينها وبين النيابة الاسرائيلية العامة لتخفيف العقوبة ووفق صفقة الادعاء فان سارة نتنياهو ستدان بالحصول على منافع شخصية من خلال الاستغلال المتعمد للاخرين وبناء عليه ستعيد نتنياهو الى خزينة الدولة مبلغ خمسة واربعين الف شيكل ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية ان المدعي العام عن القضية ايرز بدان قال ان النيابة العامة قدمت تنازلات كبيرة قادت الى صفقة ادعاء صحيحة ومتوازنة على حد تعبيره